الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأصلي وأسلم على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة من المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الطيب مع فضيلة الشيخ عبدالله بن صالحك صير في اللقاء المعنوى بمذاكرات رمضانية نحن أيها الأحبة على وشك توديع رمضان الشهر المبارك وميدان السبق إلى المغفرة والجنات فهل لكم يا فضيلة الشيخ أن تذكرون والإخوة المشاهدين بما ينبغي لختام هذا الشهر الكريم جزاكم الله خيرا وأثابكم وسدد أقوالكم تفضل الله صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعالانه وصحبه أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قد شرع الاستغفار في ختام أمات الطاعات التوحيد الصلاة الصدقة الحج الجهاد إلى غير ذلك ولذلك قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنات وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة أول ما يقول بعد التسليم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وكذلك أمر الله جل وعين نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقات من المسلمين وأن يستغفر لهم وجاء في حق الصيام قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فكرنا العمل بالمغفرة بطلب المغفرة وهكذا في الحج قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله أن الله غفور رحيم إلى غير ذلك فلذلك ينبغي لكل مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يكثر من الاستغفار حال العمل وبعد العمل وعند تذكر العمل لأن الله تعالى جعل العمل سببا من أسباب المغفرة بل هو أعظم أسباب المغفرة بعد التوحيد فيكثر المسلم من الاستغفار عند جزئيات العمل وعند انقضاء وقت العمل وعند بلوغ المقصود من العمل فيكثر من الاستغفار في كل حال ولذلك جاء في سنة النساء وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما فرغ من تلاوة القرآن العظيم أو فرغ من الصلاة أو قام من مجلس يستغفر للأقول سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا تستغفرك أتولك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الحكم من ذلك أنه إن كان في العمل خير كان كان الطابع عليه كان العمل خيرا كان كان الطابع عليه وإن كان شرا كان كفارة له ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته حتى النافلة يستغفر يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة من ذلك صلاة الضحى والاستغفار هو طلب المغفرة والمغفرة هي ستر العيوب وتكفير الذنوب وتحقيق كريم المطلوب فيحرص المؤمن عليها على الاستغفار وعلى طلب المغفرة بإلحاح وصدق وبراءة من الإصرار عن المخالفات وقصور العمل حتى يكون استغفاره شرعيا حقيقيا يكون مستغفرا بالأعمال ومستغفرا بالمقال ومستغفرا بالحال هكذا الاستغفار فالحكمة من شرع الاستغفار والله أعلم إن أن يبعد العبد عن الإعجاب بعمله والإدلاء به على ربه جل وعلا فيجعله يعترف بقصور العمل في حق الله عز وجل من الذي يؤدي عمله على أكمل وجه وقد شرع الله جل وعلا لأنبيائه ورسل عليه الصلاة والسلام أن يستغفروا وهم أكمل الناس وأئمة الناس واستغفار النبيين ومرسلين عليه الصلاة والسلام إنما هو من أجل تكميل العمل ومن أجل خلاف ما هو الأولى ما هو مع المعاصي لأنهم معصومون وحتى الصغائر الذنوب ما يفعلونها إلا بتأويل كما ذكر سبحانه وتعالى عن الأبوين آدم وحوى عليهم السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لكوننا من خاسرين لأن الشيطان غرهما وأقسم لهما من هذه الشجرة الأكل منها سبب الخلد والملك الذي لا يبلأ فقال فيما جاء من الأثر وعزتك وجلالك ما ظننا أن أحدا يكسم بك كاذبا صار بتأويل فالاستغفار يذهب الإعجاب عن العبد حتى لا يدلي بعمله على ربه وثانيا يجعله يعترف بقصر العمل مهما جد واجتهد ولذلك قيل في قوله تعالى والذين يتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنه يا ربهم راجعون أنه المؤمن الذي يجتهد في عمله ثم يعود ويمقى نفسه ويلوم نفسه على قصور العمل ويخشى أن لا يتقبل منه فهذه من حكم الاستغفار ومن ذلك أن الاستغفار يكمل نقص العمل ويسد الخلل ويرفع مرتبة العبد عند الله عز وجل لأنه يأتي إلى ربهم باب الذل والانكسار والتطامن تكون نفس مطمئنة والقلب منكسر معترف إنه ما أعطى حق الله على الوجه الأكمل لقصوره وعجزه ولذلك ذكر عن ملائك عليهم السلام أنهم على أعمال صالحة جليلة سنين طويلة وأن أحدهم يسجد السجدة الطويلة جدا فإذا رفع رأسك سبحانك ما عبدناك أحق عبادتك كذلك من حكمة الاستغفار أن العبد ينال ما رتبه الله جل وعلا على الاستغفار من الثواب العظيم العاجل والآجل في الدنيا والآخرة فكثرة الاستغفار دليل الشعور بنقص العمل وبقصوره عن حق الله عز وجل وبتواضع العبد وذله لله سبحانه وتعالى ذلا اختياريا بعدب وشدة الرغبة في أن الله عز وجل يمنع عليه بكريم الثواب ما يعطيه على قدر عمله بل يعطيه على قدر فضله سبحانه وتعالى فيمن عليه بثواب وآجر أكثر مما يستحق بالعمل والجنة نسأل الله الجنة ما يدخلها العبد بعمل العمل سبب لدخل الجنة وإنما يدخلها برحمة ربه فالمستغفر يطلب الرحمة من الله جل وعلا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هكذا فلذلك يشرع كثرة الاستغفار بالقلب كسار القلب واعترافه بكصور عمله في حق الله جل وعلا وبالأعمال التي رتب الله جل وعلا عليها المغفرة كل عمل رتب الله عليه المغفرة يسارع إليه وينافس فيه ويغتنم فرصته سواء التوحيد الذي هو أصل الأعمال وشرط قبولها أو الصلاة التي هي عمود الديانة وسر الأمانة أو الزكاة التي هي التوحيد المالي لله جل وعلا من العبد أو الصيام التي ترك المألوف والمحبوب تقرب من الله جل وعلا أو الجهاد الذي هو المخاطرة بالعمر من أجل هداية الخلق إلى الحق وارضاء الحق سبحانه وتعالى أو ما دون ذلك مثل إماطة العذى عن الطريق فالذي أماط العذى عن الطريق غفر له وإدخل الجنة بيغصني شوك نحاه عن الطريق قال والله لنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فنحاه غصن شوك فشكر الله له فغفر له أدخله الجنة يعني في آخر حياته المرأة البغي التي وجدت كلبا يلهث يا كل الثرأ من العطش فرحمته وسقته نزلت البئر وملأت خفها ماء ورفعته وأسقت الكلب منيبة لله عز وجل رحمت المخلوق الضعيف وتقربت إلى الله عز وجل بهذه الرحمة فغفر الله لها والمعنى أنها تابت أيضا وهكذا ما يحتكر الإنسان عملا رتب الله عليه المغفرة والله عز وجل يرتب المغفرة على الذرة من الخير ويؤتي الأجور الكريمة في أن بغي للعباد يكونون وجلين من إدبار الشهر وسرعة انصرامه وانقضاءه ووشك انتقاله ويكونون مستغفرين من قصور أعماله مهما كبرت جلت فإن في حق الله جل وعلا يسيرة حق الله عظيم على العباد هو الذي خلقك هو الذي نفقك فيك الروح هو الذي صورك في أحسن صورك هو الذي أعطاك العقل هو الذي شرح صدرك الإيمان هو الذي شرع لك خصال الإيمان هو الذي رغبك فيها وهو الذي أعانك عليها وهو الذي يتقبل منك ويتجاوز عن النقص والخلل هكذا ينبغي للإنسان ولذلك الله عز وجل أكثر من ذكر ثمرات الاستغفار استغفر ربكم ثم توبوا إليه متعكم وتاع الحزن إلى أجل مسمى ويأتي كل ذي فضل فضله استغفر ربكم ثم توبوا إليه رسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم إن ربي لغفور رحيم استغفر ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي رحيم ودود استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهكذا فالعجور التي رتبها الله عز وجل على الاستغفار كثيرة وعظيمة وكبيرة والاستغفار عمل يسير ولكن أهم شيء حضور القلب وأن الإنسان يكون نادما على قصور عمله نادما على مرتكبه من ذنبه بعد التوبة عليه عازم على أن لا يعود إليه فإن لذلك مقالات كثيرة وكتب معلفة في هذا الباب الأمر الثاني إن الإنسان يتشاغل بما أمكن من بقية العمل فيجتهد في عدائها على أحسن وجهه استطيعه أحسن من السابق لأنه في آخر الميدان والمضمار ويرجو من الله عز وجل أن يبلغه السابق وأن يكتبه عنده من السابقين فهو سابق غيرها الآن يرجو من الله تعالى أن يكتب له السابق أن يتم له المسابق حتى يجاوز الهدف فهذا مهم فيحسن قيام الليل يحسن تناوة القرآن يحسن صيام النهار يحسن الأذكار والدعوات يواصل الإحسان إلى مستحقة بجميع ما يستطيع فلا يقول الشهر انتهى وما بقي شيء لا بقي خير ومن ذلك أنه يتحرى ليلة القدر فربما تكون ليلة القدر آخر ليلة من الشهر فلا يضعف ويقول لا احتمال ليلة القدر مضى في عدة ليالي من الشفع الوطن لا فيما بقي خير كتبه الله لك فتجتهد في تحرير ليلة القدر كل ليلة تقول لعل ليلة القدر تجتهد فيها وتستعين الله عز وجل على العمل الصالح وتستهديه للعمل الصالح لعل الله نوفقك للفوز بليلة القدر ومن ذلك أن الإنسان يكثر من الدعوات فإن الدعوات مفاتيح لخزائن الخير وإذا أراد الله جل وعلا أن يعطي العبد شرح صدره للدعاء وذلل به لسانه ووفقه لجمل الدعاء المأثورة من القرآن الكريم ومن عدد النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد في الدعاء ومن ذلك سؤال مغفرة ومن ذلك أيضا أن يكثر من الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله لله والله أكبر الأذكار مفردة لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله الأذكار المضافة لأن الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزي الحكيم فإن الذكر يكمل العمل ويرفع الدرجة عند الله جل وعلا ومن ذلك الأذكار المضاعفة التي شرعها الله من فضله ومنع العباد يحصلون بها أجورا لا يمكن أن يحصلها بأعمال كأن يقول سبحان الله بحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده رضا نفسه سبحان الله بحمده زنة عرش سبحان الله بحمده مداد كلماته سبحان الله بحمده منتهى علمه سبحان الله تعالى سعة رحمته وهكذا ما ورد في هذا ثم يقول الحمد لله أيضا يكررها كذلك ثم يقول الله أكبر كذلك يجتهد العبد في الختام فأن أعمال بالخواتيم والسبق يتحقق المتسابقين بخطوات في آخر المضمار لا تنسوا هذا ولا يحكر المرء نفسه كم من إنسان في آخر المضمار ثم يوفق ويعان حتى يسبق من كان قد سبقه كم من إنسان كان على ضلال وعلى شرك وكفر فتاب في آخر لحظة نادما فأدخله الله الجنة كان رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك راعي لأحد اليهود في خيبر فعرض النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقال يا رسول الله ما أصنع بغنمي قال هشها وتذهب إلى صاحبها فبدأت الحرب فكان من أول من استشهد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حورة وين ترقمانها قطفا من عنب الجنة انظروا كيف في آخر لحظات عمره سبحان الله العظيم وهذه منة الله واضروا على العباد فيوسر الله لك العمل الصالح في آخر لحظاتك فأدخل شارك اعزم توكر على الله استعم بالله أخلص لله جهدك وكيف أنه الله جل وعلا جعل الجنة للمؤمين جعل الله يكون منها الجنة في عالى الدرجات خالدين فيها أبدا أن الأعمار قصيرة والأعمال يسيرة لكن لماذا؟ لأن النية كانت عازمة على الاستمرار على عبادة الله تعالى وطاعته على أكمل وأحسن وجهني استطاع مهما امتد العمر ولو بالقرون وآلاف السنين ولو طول الحياة فينبغي لنا أن نفهم هذا الموضوع فإنه مهم جدا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لي مثل هذا كذلك إخراج زكاة الفطر الحرص على صلاة العيد في البيت الآن ما يمكن أن تصلى المساجد صلى في البيت كذلك التكبير كذلك الإحسان إلى أهل البيت كذلك الإحسان إلى مستحقة كذلك العزم على موسطة العمل الصالح بعد رمضان كل هذه من الخصالة مكفرة للذنوب المرضية لعلام الغيوب الرافعة للدرجة وتحقيق المطلوب فينبغي لنسان يجتهد ولا يحقر نفسه صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى رئيسا أو مرؤوسا لأن المراد طلب رضوان الله جل وعلا وكريم مثوبته وفقنا الله وإياكم لذلك وأتابع علينا من جميع القصور والتقصير ووفقنا لما يحب ويرضى وسلك بنا سبيل للتقى ونجان من أن تلضى وأوراثنا في الدوس الأعلى ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وشيخنا وأحبابنا فيه والله أعلم وصلى الله وسلم أبي محمد عصر أزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله عليكم على هذه الكلمة الطيبة الوافية ونسأل الله جل في علاه أن يختم لنا هذا الشهر بالرضوان والعتق من النيران هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد